موسيقى أضع هذا الخطاب الملكي وهذا التوجه المستقر للمغرب في علاقته مع الشعب الجزائري في سياق حضاري يتسم بالانتداد وبالانتماء الحضاري العربي الإسلامي الأمازيغي للمغرب والجزائر الانتماء المشترك التاريخي أيضا بين الشعبين وبين المنظومتين السياسيين الحضاريتين وهو أمر ينبع من هذا الجانب لذلك فالتأكيد أولا هو أنه ظلالة الملك يضع اليد الممدودة في سياق لا يرتبط بالجانب المصلحي ما يدعي دائما بعد القادة والمسؤولين الجزائريين بأن هذا نوع من الاستجداء أنا لا أعتبر طبعا أن ذلك يدخل في هذا النساق بل هذه رؤية قاصرة وغبية جدا لأن هذه الدعوة الملكية المستلسلة والدائمة يتنبع من هذا الانتمع الحضاري من هذا الالتزام التاريخي للمغرب من هذا البعد وهذا الذاكرة التاريخية للمغرب التي يعب من خلالها عن وضع طبيعي المغرب يدعوه لوضع طبيعي الذي ليس في وضع طبيعي وهذه هو الجزائر وهذا يعني أن كل أشكال التي تقوم بها الجزائر حكومة لدفع الشعب الجزائري نحو كراهية أكبر أو عداوة افتراضية للمغرب هي أعمال غير مقبولة من ناحية الأخلاقية من ناحية السياسية إذن هذه الدعوة هي دعوة عقلانية تنتمي إلى منظومة حضارية بعيدا عن أي مصلحة ذاتية للمغرب لأن المغرب لديه مصالح متعددة مع أطرف متعددة على مستوى اقتصادية على مستوى متعددة ولكن لا بعث أن يكون هذا اللقاء بين الشعبين وأخوين هو اللقاء طبيعي وعادي وأن تكون الحدود التي تغلق والجزائر من جانب واحد حدودا مفتوحة وطبيعيا في علاقة دولية متوترة وأن تكون اختيارات واختيارات حضارية تنتمي إلى هذه المنظومة الحضارية التي ينتمي إليها المغرب التي هي الفضاء العربي الإسلامي الأمازيغي الإفريقي الذي يحاول المغرب دائما أن يدخل الجزائر في هذا النسخ وأعتقد أن استجابة النظام السياسي العسكري الجزائري لهذه الدعوة لا أتوقع منه أن يكون مبادرا ولا مستجبا وتأخره في الرد إلى اليوم هو دليل آخر من دلائل أنه لا يهتم ولا يريد لأنه ببساطة يقوم ويرتكز أيضا على هذه العدوة والاستمراري كان نظام سياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر